أن تكون القيادة شعاراً ونهج الاتزان مشواراً يسلكه رموز السياسة فهذا مطلب يطمح إليه العراقيون في كل موجة من موجات الفوضى التي يحاول البعض التلويح بها تخريباً على استقرار العراق حنكة القيادة وعلاج المشكلات بذكاء هو الأساس في خبرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي عرف كيف تخمد نار الفتنة فيواجهها بالسماح والتسامح أسلوب مدروس في كتب الدين والثقافة الإسلامية من نهج الشهيد محمد الصدر ليستمر مقتدى الصدر على ذات النهج معلنان سياسة العفو عند المقدرة ليكون الصدر قدوة في أن يرسخ في أذهان الجيل العراقي ثقافة العفو التي يحتاجها العراق في هذا التوقيت الزمني الحرج ما أثاره الناشط أحمد الوشاح في النجف فورة غضب نجم عنها خطأ قدم اعتذاره عليه لزعيم التيار الصدري ليرد الصدر بذكائه المعهود ووطنيته المعروفة على الشاب الوشاح بالعفو الرسالة كبيرة جدا من تفاصيل الموقف الذي أشعر منصات التواصل الاجتماعي بعدم الاقتراب من الرموز الدينية وعدم القبول بتكرار أخطاء فادحة مثل ذلك الخطأ الذي يذكي نرى الفتنة بين أبناء الشعب العراقي الرسالة كبيرة وهي البحث عن تهدئة وتسامح وتآلف بين أفراد الشعب العراقي والذهاب إلى طريق الوحدة لأجل العراق سيما في تلك الظروف التي يحتج فيها البلد أن ينظر الجميع لمصلحة الوطن العليا وديمومة عملية البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ينهي زمن الفتن والتوتر والفوضى اشتركوا في القناة